نموذج ضروه الإنتاج لـ TMP هي الآلة التي تسمح بأحجام الإنتاج العالية تصل إلى 18 ألف قارورة للساعة الواحدة مع نفس الثقة والسهولة استخدام TMP الآلة تتكون من وحدتان متماثلتان فحص القوارير الزجاجات الكاربيولوس عبوات صغيرة تحتوي على سوائل ومع نموذج مكرس خصيصا يسبح بالتحكم في حقن معبات سابقة المنتوج المحمل على الجهاز بواسطة الأسلال يتم تقديمه في نجمتات دخول حيث يتم الفحص الخارجي التجميلي للمنتوج الطول والشكل والعيوب عن طريق الكاميرا TV1 بعد إدخال العربة الرئيسية يتم وضع المنتوج على التناوب في ثلاثة محطات مختلفة للسماح للشوائب الباقية بالحركة والكشف عنها الكاميرا TV2 العالية الاستبانة تحلل وذلك باستخدام نظام الإضاءة ليد العالي الكفاءة من الأسفل المنتوج بعد وضع العبوة على التناوب في ثلاثة محطات أخرى مختلفة وتحليله من قبل الكاميرا TV3 بنفس الطريقة مما يجعل من الممكن مضاعفة الفحص يتم وضع المنتوج مرة أخرى على التناوب قبل أن تقوم الكاميرا TV4 مع إضاءة من الخلف بفحص الجزئيات الغير منعكسة وحجم الامتلاء في نهاية التحاليل يتم توجيه المنتوج إلى نظام التخلص من النفايات الذي يختار المنتوج المتلائم تقوم كاميرا خاصة TV5 بمعاينة العبوة لتتحقق من المكان الصحيح للمكبس ومن وجود أسائل في القنوات تتم مراقبة المنتوج بالدوران على مستوى 360 درجة كل الإدارة موكلة إلى برنامج من بيئة Windows XP Embedded ويتماشى مع القانون TFR21 جزء 11 للتحكم الكامل في الآلة كل المكونات المستعملة في TMP هي نتيجة دراسة متفانية ودقيقة للجودة والثقة محركات سيوو أورو درايف مكونات كهربائية سيمانس كاميرا رقمية عالية الجودة بصريات جويو وأبواء عالية الكفاءة معدات الهواء المضغوط فاستو كل شيء مدروس لإعطاء الزبائن منتوج عالي الجودة الذي يضمن استعماله لعدة سنوات أكثر من 30 عام من الخبرة المحددة في مجال فحص القواريد قد سمحوا لي TMP أن تحسين معرفتها وقدرتها التقنية وبذلك تكون الشريك المثالي لحل كل مشكلة فحص تواجهونها اشتركوا في القناة